المشاريع والأعمال الإنسانية الكويتية بصمتها على كل بقاع العالم وعلى هذا المنوال تستمر جمعية الصفاء الخيرية الإنسانية الكويتية في افتتاح مشاريعها الخيرية من شبكات مياه ودور أيتام وبيوت للأرامل وذلك في جمهورية قرقيزستان نتابع وإياكم هذا التقرير ها هي الأياد الكويتية البيضاء لا تألو جهدا في خدمة ومساعدة الأيتام والمحتاجين من الأشقاء والأصدقاء وعلى هذا النهج أقامت جمعية الصفاء الخيرية الإنسانية الكويتية بافتتاح مشاريع عدة في جمهورية قرقيزستان متضمنة افتتاح شبكة مياه تخدم أكثر من ألفين بيت وعائلة وافتتاح دار للأيتام بحلة جديدة جميل بافتتاح أول شيء افتتاح شبكة ماي للأهالي وتقدر البيوت في هذه القرية ألفين بيت إذا لم أكثر من ألفين بيت ستفيد من هذه الشبكة أيضا بعد الشبكة افتتحنا دار الأيتام وأثثناها تأثيس جميل ودار الأيتام فيه كان مخبز يفيد الأيتام ويبيعون منه الباجي الخبز للأهالي ويستفيدون من هذا المبلغ كما قامت أيضا بافتتاح وتسليم بيوت للأرامل وتوفير المأوى الذي تتوفر به مقومات الحياة اللازمة والذي يفوق عددها عن مئة منزل تقوم بتوزيعها حسب الانتهاء منها بعد ذلك رحنا وافتتحنا بيوت الأرامل بيوت الأرامل شيء عجيب حقيقة بيوت الأرامل السابقة كانت غرفة وحدة هي المطبخ والجلسة والنوم والاستضافة للناس اليوم لما الأرملة تدخل بيتها وتشوف غرفتين وصالة ومطبخ وحمامة وكرامة حقيقة أحزنتنا من كثير ما بكت الأرملة بهذه المفاجأة الجميلة بعد ذلك ختمنا زيارتنا لدار أيتام رغم واحد هي أول دار أنا مسكتها في هذه الجمهورية وأبنائي وبناتي داخل هذه الدار وأن يزيدون من هذا العطاء ومن هذا الخير اللي شفنا آثاره وشفنا السعادة اليوم عند الأرامل وأيتامهم وزرنا أيضا شبكات المياه أدعو نفسي وأدعو الجميع إلى أن يكون لهم حظ في عمل الخير لأن هذا أهو الباقي والإنسان يفكر في آخرته لأن ما عندكم ينفد وما عند الله باق والحمد لله رب العالمين أن نجعلنا من هذه البلدة الطيبة بأرض الكويت اللي جبل أهلها على الخير وطبعوا على بذل المساعدة لجميع أمم الأرض وتحرص أيضا الجمعية والوفد إلى زيارة لدار الأيتام لديها فقد قامت بزيارة لدار الأيتام والذي يضم أكثر من 260 يتيم ويتيمة للإطمانان والنظر على حالة النزلاء وتقديم الهداية لهم أياد كويتية بيضاء تسعى دائما لمساعدة الأيتام والفقراء والمساكين من جمهورية قرقستان يوسف صفر موفد تلفزيون يوسف صفر موفد تلفزيون